بما أنكم الآن أعلنتوها من خلال الجريدة هذه وهذه الجريدة الجميع يعرف أنها قيل لها أن تكتب فكتبت فما فيش واحد في الجزائر أو في الإمارات أو في العالم أجمع يقول لك يا الله الخبر هذه جريدة مستقلة وكذبت مقال ما فيش الجميع عارف بلي هذا مقال ديكتي تم إملأه الإمارات اليوم خلينا نعطيكم أربعة والله حاجات اللي مسيطرة عليهم الإمارات في الجزائر مسيطرة على شركة الاس انتيا سوسيتي ناشيونال تاباي زاليميت الشركة الوطنية ليتبغوا الكبريت وهذه هي الثاني أهم شركة في البلاد بعد صنطراك قضية الأرباح فيها لماذا لا يتم إلغاء العقود مع الإمارات ولماذا نترك للإمارات شركة دخل غير في الأرباح لأنها كلها ضرائب وكل عام ترتفع الضرائب لماذا لا نقوم بذلك الأمر الثاني الإمارات تسيطر على ميناء الجزائر للسلع أهم ميناء في البلاد ميناء العاصمة لماذا لا نوقف العقد مع موانئ دبي ونقولهم خلاص هذا موضوع سيادي ويجب أن يقف هنا الأمر الثالث لماذا لا نوقف العلاقات مع الإمارات في موضوع ميناء جنجل واحد من أخطر وأهم الموانئ في البلاد الأمر الرابع الروح والموضوع السياسي مجال في القضايا الاقتصادية كاين أشياء أخرى لكن نروح والموضوع السياسي لماذا لا يطلب من السفير الإماراتي المغادرة والطلب على الأقل ما نقولش قطع العلاقات دبلوماسية كلها يا سيدي فقط طرد السفير الإماراتي واستدعاء السفير الجزائري كتعبير عن الغضب لتعبر عليه الدول كتكون هناك مشاكل بناتها هذه أربع خطوات يقدروا يقوموا بها ما الذي يوقفهم أن لا يقوموا بذلك سنرى سنرى إذا كان بالفعل أن هناك توافق ولو في حدود الدنيا ما بين الجاء الأجنحة المتساكسة والمتصارعة جنح تبون جنح شينغريحة وجنح الأكس دي أرس سنرى إذا نرى متفقين في هذه النقطة وسيقومون على الأقل بهذه القضايا الأربعة ناهيك عن قضايا أخرى ما نحكيش على قضية التعاون تعرفوا بأن الإمارات داخلة في وزارة الدفاع دخول هذا اللي عندهم عندهم واحدة الدبابات يسموهم تايجر تيجر واسموهم بالإنجليزيان نظرهم يسمونهم تايجر نمر يعني هذه إماراتية هذه هي ألمانية لكن الإماراتيين جابوها لنا ودروا لهم الاسم انتاحهم وأصبحت إماراتية لماذا لا يتم وقف العمل مع الإماراتيين في قضايا حساسة مثل هذه سنرى سنرى إذا ما اتخذوا قرارات سريعة في الأيام القادمة ضد الإمارات فهذا يعني أنه في حد أدنى ما بين الأجنحة في مواجهة المخاطر الإماراتية اللي هي أصبحت الآن تهمهمهم كنظام حكم من قبل كانت خطر على البلاد والشعب ما كانواش مهتمين الآن أصبحت خطر عليهم كنظام حكم سنرى وأنا كما قلت على يقين دون أن تكون لدي أدلة لحد الآن أن القطريين وربما الأتراك أيضا سلموا للعصابة أدلة ملف هائل متع التجسس الإماراتي والاختراق الإماراتي للعصابة التي تتحكم في البلاد وللبلاد ككل ترجمة نانسي قنقر